عودة إلى شان المغربي ومشروع قانون جديد طرحته وزارة السياحة من أجل تنظيم وكالات الأسفار بالمغرب المشروع ثار جدلا بين الوزارة وأرباب الوكالات السياحية الذين رأوا فيه تهديدا لمصالح القطاع وأوضحت وزارة السياحة أن إنجاز هذا القانون ضرورة فرضها التطور الطبيعي لمجال السياحة وبات أيضا من الضروري مواكبة هذا التطور عبر إطار قانوني حديث وملائم والتفاصيل في تقرير سعيد كان وسليم عكي جدل قانوني نشب بين أرباب لوكالات الأسفار ووزارة السياحة موضوع الجدل مشروع قانون ساغته الوزارة لتنظيم القطاع وملائمته مع تطورات التي شهدها المجال السياحي خلال العقدين الأخيرين التعديلات القانونية لم ترق لأرباب وكالة الأسفار الذين رأوا فيها اختلالات ستضر في حال إقرار القانون بمصالحيهم متسريع بزاف وأنه فيه بزاف ديال التغارات عيدات يعني يمكن لي لقبطناه وحلناه غادل القامة يعني جميع لزختيك يعني اللي كينين يعني كلهم فيهم شي حاجة يوم إحنا إحنا ألف ديال الوكالات الأسفار هذا القانون غد يجعل أنه منهب ودب غد يولي حتى هو كيدير وكالة الأسفار زيادة غدتكون وكالة الأسفار بدون عنوان بأنه لغاية مشهر الانترنت وزارة السياحة من جهتها طمأنة وكالات الأسفار معتبرة أن هذه التعديلات ضرورية لمواكبة تطور قطاع السياحة وضم المهن غير المقننة التي ظهرت مع عصر الانترنت التخوف المهنيين نحن بنسبة لنا منطقي وسليم لأنه جاف واحد المرحلة اللي فيها تغييرات لتلزمت علينا وما يمكنش نخليه القانون اللي عند ودي عشرين سنة القانون الحالي المنظيم للوكالات الأسفار الدرف ألف وتعامل وتعامل ما يمكنش نخليه القانون بهات الصيغة الحالية لأنه كين فاعلين جدد خاصهم نخدم على الاعتبار كين طريقة تغيير الجدري في طريقة الاستهلاك ديال المواطن لتالي خاصة تخذب على الاعتبار وكين في نفس الوقت اعطاء فرص جديدة للشباب لاستثمار في توزيع ديال السياحة الأسابيع القليلة القادمة يبدو أنها ستشهد مزيدا من فصول هذا جدد القانوني من أجل وصول في النهاية لتوافق يكون المستفيد الوحيد فيه هو قطاع السياحة المغربي بتنوعه وغناه ترجمة نانسي قنقر